هل الجنب الصهيوني قادر على أنه يستأنف الحرب مرة تانية؟ هل عنده هذه القدرة اقتصاديا؟ هل عنده هذه القدرة على مستوى قدرته في التعبئة؟ خصوصاً إحنا كل شوية عاديين بنقرأ أنه الشبان اللي في سنة التجنيد أصلاً بيتهربوا من الاستمرارية في هذه الحرب والانضمام ومن ناحية أخرى هل إذا كان هيمتلك هذه القدرة عبر المساعدات الأمريكية؟ هو الأمريكان هيقدروا يكمله في مساعدته؟ هل بايدن يقدر يقف قدام الكونجرس أكتر من كده؟ يقدر يقف قدام الرأي العام الأمريكي ودفاع الضرائب بعد كده؟ طيب خلينا نفكك السؤال بتاع حضرتك لعدة مستويات المستوى الأولاني هو مستوى مجموعة من الحقائق مرتبطة بإسرائيل إسرائيل معروف تاريخياً أنها لا تستطيع أن تدخل في حرب طويلة لأنه فكرة تعبئة الاحتياط والكلام ده ده بيكلفها تكلفة كبيرة جداً وبيوقف عملية التنمية غير التكلفة المالية دي قصة القصة الثانية أنه إسرائيل حتى اللحظة ما عندهاش تصور لما بعد وقف الحرب لما بعد وقف العدوان يا ترى قطاع غزة ده حيبقى شكله إيه؟ يا ترى مين اللي حيتولى السيطرة على قطاع غزة علشان يحقق لإسرائيل الأمان؟ ده جزء جزء الثاني مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية حتى تعلم أنه زي ما نتنياهو على المحاك أيضاً بايدن على المحاك لأنه داخل فيه عملية انتخابية ومعروف تاريخياً يا سوز يوسف أنه اليهود يصوتون للمرشح الديمقراطي بنسبة كبيرة جداً سنة 48 لغاية النهاردة يمكن وصلت الـ 71% تاريخياً يعني وبالتالي هو مش عايز يخسر أصوات اليهود اللي موجودين وبالتالي برضو بيحاول أنه يوازن ما بين فكرة حماية المدنيين وفكرة حق إسرائيل المزعوم في الدفاع عن النفس طيب دي حقائق قدامنا على الأرض طيب إيه المتصور بقى؟ المتصور إن إحنا ندخل في بعض الهدنات اللي مش هتستمر طويلاً من وجهة نظري لا إحنا ممكن نشهد حالة من حالات استئناف عمليات عسكرية محدودة مش هتبقى بنفس الشكل اللي هو خده في الخمسين يوم اللي فاتت المنوشات بالزبط كده طيب؟ هيبدأ يضرب على حواف المدينة هيبدأ دون التوغل بدرجة كبيرة المقاومة ترده المقاومة ترده وهكذا يعني فكرة العنف حتظل دائرة ندور فيها لن نصل إلى فكرة تهدئة دائمة أو وقف دائم لإطلاق النار زي ما قلت لحضرتك لأن المسألة دي مرفوضة إسرائيلياً في الداخل في حالة من حالات الانقسام الشديد كما تعلم ما بين حتى القيادات السياسية حول استئناف العدوان ده مرة تانية أو وقف هذا العدوان لأنه له تأثيرات سلبية على الداخل ولكن نتنياهو اللي هو بيقود المفروض دلوقتي وفي ضوء غياب الرشادة زي ما قلنا كده ما عندوش أي رشادة الحياة ولا عقلانية زي ما كنا بنقول أنه الدولة المفروضة أنها بتتخذ قرارات رشيدة حق مصلحتها لا النهاردة هو بيحاول يحقق مصلحة شخصية محضة ليست مصلحة وطنية حتى لإسرائيل ولكن هي مصلحة شخصية محضة للبقاء في المشهد السياسي هو عاوز يخرج بأقل خسائر ممكنة بالضبط لأنه هينكل به أكيد هو في كل الأحوال هينكل به لكن هو بيحاول يخفف بس من وطأة هذا الأمر من خلال الاستمرار في العمليات العسكرية بدعوة أن هو بيوفر الأمن لإسرائيل لأنه الهدف المعلن هو تدمير البنية العسكرية لحماس في حين أن كل الأهداف التي استهدفتها إسرائيل في ضربها خلال خمسين يوم كانت أهدافا مدنية كانوا كلهم مدنيين نساء وأطفال اللي سقطوا لغاية النهاردة أربعتاشر ألف شهيد يسقطون جراء قصف بربري وحشي مالوش أي تبريد تجاوز حتى قواعد القانون الدولي تجاوز قواعد الحرب نفسها تجاوز قواعد الاشتباك نفسها دون وازع من ضمير ولا من إنسانية ومدعوم كمان غربيا لكن خليني أقول لحضرتك بقى أنه يعني تغير شكل الحرب ده والتوصل إلى بعض الهدنات ده كان نتيجة جهد مصري صرف كان نتيجة جهد مصري الحقيقة لعبت فيه مصر زي ما قلنا دور القائد قادة الرأي العربي كمان قادة الرأي العربي الحقيقة حتى في القمة العربية الإسلامية التي عقدت فيه الرياض جاءت يعني بنود البيان الختامي داعمة للموقف المصري سواء فيما يتعلق بإدخال المساعدات ومصر فتحت معبر رفض ما حدثك عارف لم تغلقه يوما واحدا وكانت مصرة على إدخال المساعدات رغم التعانون الإسرائيلي وكان أكبر كم من المساعدات يدخل من مصر 75% لـ 80% يوسف وأنت تعلم أن المساعدات جاءت من مصر رغم الضغوط الاقتصادية وظروف الاقتصادية التي تمر بها الأمر الثاني أنه كان هناك دعم مصر وجهت العالم كله إلى فكرة رفض تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى أراضي أي دولة عربية أو حتى إلى دول أخرى حرصا على عدم تصفية القضية الفلسطينية أيضا العرب أيدوا العرب والمسلمين أيدوا مصر في فكرة الحل السياسي فكرة حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لتسوية هذا الصراع وأننا نعترف المجتمع الدولي يعترف بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في منطقة فيها سلام الحقيقة التحرك المصري كمان ما أثرش بس على الرأي العربي والإرادة العربية ولكن أثر على الرأي العام العالمي وحضرتك يمكن شاهدت كثير جدا من المظاهرات التي جابت عواصم العالم كله يعني تطالب وقف هذا العدوان بل تصريحات رسمية من الإدارة الأمريكية ومسؤوليها ومن الأوروبيين نفسهم لاعتراف بدور مصر المفتاحي سواء فيما يتعلق بالتوصل لهدنات أو حتى فيما يتعلق بملف الأسرة عايز أقول لحضرتك أيضا أنه من بين المعلومات المتوترة قبل ما تقب حضرتك أنه إسرائيل رفضت ما يتردد حول صفقة الكل أمام الكل أنت تعلم أن النهاردة في مباحثات بتجرى في قطر علشان نتوصل إلى تمديد الهدنة بس بشرط أن نصل إلى حل وهو نحن نخرج الستة ألاف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية مقابل كل المحتجزين الموجودين لدى حماس الأنباء المتوترة وده نتيجة الارتباك والانقسام الموجود داخل يعني الحكومة الإسرائيلية ذاتها أنه هناك رفض لهذا الأمر قد يأتي في إطار الضغوط المتبادلة حتى نحصل إلى أعلى المكاسب ولكن وارد جدا أنه هذا الرفض يترجم في صورة استمرار العدوان واستئناف حالة العدوان مرة تانية واللي حتبقى فيها كارثة إنسانية يوسف يعني إذا كان ما سبق في خمسين يوما هو كارثة إنسانية حقيقية لكن النهاردة مع وجود كل الفلسطينيين في منطقة الجنوب أنت حتتحول المسألة إلى مأساة بكل المقيس بس في نفس الوقت وانا برضو صححني مفترض جدلا أنه الأمريكان الأوروبيين الإسرائيليين استوعبوا التحذير اللي أطلقوا الرئيس في بداية هذه الحرب وهو التساع دائرة الصراعة إحنا شفنا التساع دائرة الصراعة ده لما لقينا الدرونز اللي جاية من اليمن وهي تذهب لضرب إيلات ده على سبيل المثال مسألة إن الحثيين خطفوا إحدى المراكب أو إحدى السفن التجارية اللي كان طيب ده ملك وحد إسرائيلي لا دي ملك وش عارف شركة يبانية لا قصة طويلة المهم إنه هم عملوا مصيبة في البحر الأحمر وبالتالي هو التساع حقيق لدائرة الصراع عندنا مجموعة من الوكلة بيشتغلوا هيبدأ يخش على الخط ودخل أحيانا ولكن على استحياء حزب الله يعني في عندنا حشد شعبي في العراق في حدو تكبير جدا صحيح وبالتالي هل هذا الاستيعاب عند الأوروبيين عند الأمريكان عند الإسرائيليين باتساع دائرة الصراع مما يشكل خطر حتى على الأمريكان خطر على ممرات التجارة العالمية خطر على مصلاحهم شخصية إذن نعود على الترابيز ونلاقي صيغة حتى لو كانت بعيدة عن المصطلح بتاع الوقف الكامل لإطلاق النيران نقدر نسك مصطلحات مصطلحات منها لحد بعد بكرة ولا إيه شوف اللي أنت بتقوله ده الكلام المنطقي الكلام المنطقي اللي احنا بنقول أنه لابد أنه يكون له إطار رشيد احنا بنفكر تمام؟ ونقول أنه بالزبط كيبا إذن هذا السيناريو أحد السيناريات المطروح لكنه مش بالضرورة يكون السيناريو اللي حينفس يعني هذا السيناريو قد يكون السيناريو المنطقي الأقرب إلى العقلاني علشان انت عايز يعني تحيد المنطقة كلها وتحقق مرة أخرى السلام وتحقق الفلسطينيين حقهم وتمنع توسيع دائرة الصراع لكن مش بالضرورة هذا السيناريو يتحقق للآن ولا بعد شوي وارد جدا أن تكون هناك سيناريوهات أخرى بعيدة تماما عن الرشادة وهي استمرار عملية العدوان انتظارا لهذا السيناريو في لحظة ما في لحظة ما قد يأتي هذا السيناريو ليصبح محلا للتنفيذ لكن إمتى مش بالضرورة يكون بكرة ولا بعد يومين ولا بعد ثلاثة تمام؟ هو موجود على الطاولة وموجود دايما في الأزهان يعني موجود دايما في الأزهان في أزهان الإدارة الأمريكية في أزهان الأوروبيين ولكن متى يتم تنفيذه وكيف تستطيع الإدارة الأمريكية إجبار إسرائيل على قبوله أو على تنفيذه في الوقت الرأي بوقف مؤقت لأطلاق النار بدل من استخدام مصطلح الوقف الكامل دوارد دوارد جدا تسأت حكومة نتانياهو هاتي حكومة بني جانتس على سبيل المثال لأنه استطلاعات الرأي بتقول أن جانتس متقدم عليه افترضنا أنه جي بني جانتس هنا نستغل الفرص قاعد على الترابيز تقدر تستغل الفرص بس تستغل الفرصة ولازم تبقى جاهز كمان للقاعدة على الترابيز يعني فكرة الجلوس إلى مائدة مفاوضات مسألة ليست سهلة يا سيد يوسف أنت تعلم أنك لما بتجلس على مائدة مفاوضات أنت بتبدأ من النقطة اللي انتهت عندها العمليات العسكرية من نقاط القوة اللي انت حققتها تمام ولازم يبقى عندك كمان أجندة واضحة ولازم كمان الطرف الفلسطيني يكون طرف موحد حتى يستطيع أن يقدم رؤية واحد لازم يكون طرف موحد وحدة الجانب الفلسطيني كيف يراها الدكتور حسن شوف أنا شايف أنه يعني حالة الانقسام اللي كانت موجودة كانت أحد التحديات المهمة اللي أعاقت كثير جدا من المسارات السياسية وعرقلت جهود دول عربية كثيرة ومن بينها مصر ويمكن مصر لعب الدور كبير جدا في محاولة رأب الصدع بين الفلسطين طبعا واستضافت الفصائل الفلسطينية وصدرت اتفاقات ولم يتم الالتزام بها الآن حان بالفعل وقت رأب هذا الصدع لأنه الكل يدعم دولة فلسطينية موحدة من قطاع غزة والضفة لابد أن يتفق الفلسطينيون بكافة فصائلهم لأن المصلحة هنا ليست فصائلية يا أستاذ يوسف لمصلحة دولة فلسطين إذا رغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم شوف أنا بقول لك إذا رغب الفلسطينيون مصر لا تتحدث نيابة عن أحد يا أستاذ يوسف لكن الفلسطينيين لازم يكون لديهم كمان الإرادة لهذا التوحف حسنا هعمل لك الدولة وإنت مش عاوي الزبط الزبط طب أنا هعملها إزاي؟ الزبط كده يبقى لازم يبقى فيه إرادة حقيقية للتوحف تحت راية واحدة حتى لا يكون هناك مبرر وهو مبرر دائم بتستخدم سلطات الاحتلال أنا هتكلم مع مين؟ مع مين؟ تمام؟ وإيه الأجندة اللي أنا هتكلم عليها؟ وإيه النقطة اللي أنا هبدأ من خلالها؟ تمام؟ علشان يبقى فيه دعم حقيقي للموقف الفلسطيني لابد أن يدعم الفلسطينيون أولاً أنفسهم طيب إيه مدى القدرة على إن إحنا إن جلسنا على مائدة مفاوضات ما إن إحنا نبقى بنشتغل مش بس على الوضع الراهن ولكن كمان على مكتسبات باقية من أصله 93 والمكتسب الوحيد الباقي هو أن أنا في عندي اعتراف دولي بمنظمة التحرير وبالتالي بالسلطة إيه مدى أن أنا أبني على المكتسب الوحيد الباقي؟ شوف لا طبعاً إنت لو جلست المائدة المفاوضات لازم تنطلق من النقطة وهي دي نقطة قوة الحقيقة طبعاً دي نقطة قوة حقيقية يعني لأن السلطة هي الكيان المعترف به وهي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين ولا بد أن يقتنع الفلسطينيون أيضاً بهذا الأمر ترجمة نانسي قنقر